أحمد دروشة الإعلام الإسرائيلي ينقل بأن نتنياهو سيجري مباحثات مع قيادة الجيش الآن حول انتهاء عملية رفح والانتقال للمرحلة الثالثة من هذه الحرب هذا يأتي بالتوازي مع إعلان إسرائيل عن خطط لإنشاء منطقة عازلة أمامر بديل لمعبر رفح أصداء كل هذه السياسات وتصريحات في الداخل الإسرائيلي خاصة أنها قد تؤثر على أهم وسيط في المفاوضات وهي نسخ بالفعل السهام نبدأ بهذا الخبر العاجل القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تتحدث عن مشاورات يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو مع قادة الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء لبحث انتهاء العملية العسكرية في منطقة رفح والانتقال نحو المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة بحسب تقديرات القناة وتقديرات وسائل الإعلام أخرى في إسرائيل فأن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رفح سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة وهناك من يقول خلال الساعات القليلة المقبلة بعدها سينتقل الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب سيبقى الاحتلال مسيطرا على محور فلادلف والذي يقع من ضمنه معبر رفح بالإضافة إلى السيطرة على محور نتسريم الذي يفصل شمالية القطاع عن جنوبي القطاع ويمنع بالتالي عودة المهجرين الفلسطينيين إلى منازلهم التي هجروا منها في شمالي القطاع بالإضافة طبعا إلى المنطقة العازلة التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مع غلاف غزة ويعتقد أن السيطرة على هذه المواقع تعطيه نقاط قوة خلال المفاوضات التي تسعى إسرائيل إلى تحريكها خلال الأيام القليلة المقبلة كما نقرت صحيفة هارتس في وقت سابق اليوم السيطرة على هذه المواقع يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بالمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وكذلك بإجلاء الجرحى من القطاع نحو مصر ودول أخرى للعلاج انطلاقا من معبر رفح أو انطلاقا من معبر كرم أبو سالم ويعني أيضا أنه يتحكم بعودة المهجرين أو بعدم عودة المهجرين إلى المناطق التي هجروا منها في شمالي القطاع وهي نقاط قوة يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنها ستمكن من الضغط على حركة حماس في أي مفاوضات بالإضافة طبعا إلى تحكمه بإعادة إعمار القطاع عبر السيطرة على المعابر الأساسية مع قطاع غزة ويسعى لزيادة هذه السيطرة عبر تسريب معلومات تتعلق بنيته النقل معبر رفح باتجاه المثلث الحدودي المصري الفلسطيني الإسرائيلي بالتالي التحكم ولو عن بعد بكل ما يدخل إلى قطاع غزة عبر المراقبة المرحلة الثالثة من الحرب بحسب تقديرات إسرائيلية ستتخلل عمليات مداهمة مركزة نحو مناطق معينة في القطاع هي تشبه الاجتياح الحالي الموجود في منطقة الشجاعية ويقول الاحتلال الإسرائيلي أنه كلما حصل على معلومات أن حركة حماس تسعى إلى بناء قوتها في منطقة معينة فإنه سيعاود إجتياح تلك المنطقة لكنه لن يحتفظ بقوات دائمة في قلب المدن الفلسطينية مع استمرار طبعا فصل الشمالي القطاع عن جنوبي القطاع لكن الخطوط العامة للمرحلة الثالثة من الحرب لم يجري الانتهاء منها وتخضع للنقاش في عدة اجتماعات منها الاجتماع الجاري الآن صحيح؟